بما أن أنت مش راجل سهل في الثلاث أعمال فالحوار مش هيبقى سهل معك لا لا يا فن انت أستاذة موافقين الحوار مش هيبقى سهل أنت راجل سعيدي يعني كلية تجارة جامعة أسيوت أنت سعيدي أصلا لا أنا اتحكم علي بمجموعي أن أنا أدخل تجارة أسيوت تمام العيشة أناك حلو قوي كانت زمانا كانت الدنيا هاتية خدت إيه من المجتمع السعيدي الجدعانة الجدعانة الرجولة الأدب بجد حبيت فيهم حاجات يعني أنا أنا فاكر كان عندنا واحد هناك اللي هو مسؤول عن التالي بتاع الطلبة في أي وقت في الـ 24 ساعة بنادي بلاقيه الشهامة بقى ومنتهى الشهامة الشهامة السعيدة بجد ناس محترمين جدا وفي أي مكان يعرفوا أنك قاهري بيخدموا بانيه لما دخلت معهد السينما كنت عايزة تبقى ممثل ولا الإخراج هو اللي أخذك؟ لا هو طبعاً الإخراج يعني أنا قصتي أصلاح مع المعهد شغلانة لأن أنا كنت هجني أنا عايزة أدخل المعهد وروح تقدمت وللأسف أني ما خدونيش نجحت بس ما قبلونيش حصل مفضلة بني وبين ناس وخدوهم فكان يوسف بي السباعي رحمه الله كان هو الوزير أيامها وأنا خال والدي أستاذ نجيب محفوظ فقلت له يا خال أنا عايز أدخل المعهد مش عارف إيه قال لي الفن ما فيهوش وسطه قلت له مش وسطه أنا جايب أنا عرفت أن أنا ناجح وعايز أدخل المعهد قال لي رحت لي يوسف بي السباعي قلت له أنا عرفت أن أنا ناجح وما دخلونيش قال لي لو كلامك غلط قلت له ما تقبلونيش في المعهد مدى الحقيقة ففعلا لما لقاني ناجح قال لي المعهد صحيح دخلت بعد شهرين من بداية الدراسة وكانت أول محاضرة الأستاذنا رحمه الله محمود مرسي وقال لي انت غاية ليه قلت له أنا طالب هنا قال لي وفين بقى لك شهرين قلت له ما عليش كان عندي ظروف وأنا في كلية التجارة وكده ففضلت مع كلية التجارة مع المعهد مع بعض لغاية ما خلصت لغاية ما خلصت انت طرحت قدامي ثلاث أسماء بتخوفني يوسف السباعي نجيب محفوظ ومحمود مرسي ده إيه الزمن العظيم ده زمن كان فيه عبقريات أستاذ زيتي كان أستاذ علي بدرخان أستاذ صلاحة بوسيف الأستاذ محمود بسيوني عميد المعهد نفسه كان أحد أستاذتنا الكبار برضو أستاذ محمود الشريف رحمه الله كلها أسماء عظيمة أكيد ألقت شكرا لكم